من لم يمت بالقصف سيموت من الجوع فلم تعد المدافع وحدها من تتوعد حياة اليمنين ولم يعود الموت هنا يتعلق بالجانب العسكري ففي الحديدة أصبح الحرب وجهها الأكثر رعبا وأصبحت الأمراض والأوبئة هي الحاضر الأبرز بينما تغيب في المقابل كل معالم الحياة ليحصد الجوع أرواح العديد كما تحصده الرصاصات بالمثل ثمانون ألف أسرة في قرى التحيطة تواجه شبح المجاعة فيما تتسع رقعة المعاناة لتشمل باقي مديريات الحديدة وما تزال أرقام البيانات المنظمات عن سوء التغذية تتصاعد يوما بعد آخر كان آخرها منظمة الأمم المتحدة فاو التي أعلنت عن وجود قرابة 11 مليون شخصا في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد منهم خمسة ملايين وصلوا إلى حالة طارئة فيما لا تزال مناطق تهامة تعاني من ترد الأوضاع المعيشية أمام تسخير كل إرادات المحافظة إلى مركز الإنقلاب في صنعاء هكذا إذن هو حال الحرب فكلما طالت كلما أظهرت لنا وجهها الأشد قسوة وكلما تصاعدت وتيرتها تقلصت فرص الخلاص ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة